اشتركوا في القناة قلب قلب كيف الانسان باصغريه انه قلب الانسان هو كل شيء اذا ذهب القلب ذهب الانسان سورة يسين قلب القرآن قال الصادق عليه السلام من قرأ ياسين ومات في يومه ادخله الله الجنة سورة يسين اللي هي قلب القرآن الها قلب ايضا قلبها سلام قولا من رب رحيم ولو فرضنا واحد مش قادر انه يقعد يقرأ قرآن وبد يقرأ قرآن خلي ردد هل ايه سلام قولا من رحيم قلب قلب القرآن الكريم سلام قولا من رب رحيم قال الصادق عليه السلام من قرأ ياسين ومات في يومه ادخله الله الجنة وحضر غسله ثلاثون الف ملك يستغفرون له ويشيعونه الى قبره بالاستغفار له فاذا ادخل الى لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله وثواب عبادتهم له وفسح له في قبره مد بصره مد بصره وأؤمن وأؤمن من ضغطة القبر هذا الامين للذي يقرأ سورة ياسين ويموت في ذلك اليوم بالمناسبة هون لعظم السورة ياسين سأذكر رواي بعنوان ملحق حول قراءة سورة ياسين وأختم بها لإكمال ما ينجي من ضغطة القبر في حديث آخر إذا قدر الله تعالى حول قراءة سورة ياسين قال النبي هذا الحديث أورده القطب الراوندي من كبار علمائنا كتاب الدعوات من قتبنا المعتبرة وكل الآداب والسنان مفدى على التدئيق بسندها سند رواياتها لأنه في روايات صحيحة تؤكد على أن من بلغه ثواب وعمل هذا الثواب برجاء المطلوبين فإن الله عز وجل يعطيه هذا الثواب قال النبي صلى الله عليه وآله يا علي اقرأ ياسين فإن في قراءة ياسين عشرة بركات عشر بركات ما قرأها جائع إلا شبع إذا واحد كان عنده مرض وأكله ما شبع أكل أكل عاد بشبع غير عالة هو ما شبع مريض فإذا واحد ما عنده يقين ما عنده دين مش من هالعالم ما بتشمله ما قرأها جائع إلا شبع ولا ضامع إلا روي ولا عار إلا كسية ولا مريض إلا شفية ولا عزب إلا تزوج يعني معناها العزاب خليكثر من قراءة سورة ياسين هي الطريق إلى زواج ولا خائف إلا أمن ولا محبوس إلا أخرج ولا مسافر إلا أعين على سفره ولا قرأها رجل ظلت له ضالة ضاع منه شيء إلا ردها الله عليه ولا مسجون إلا أخرج ولا مدين مديون إلا أد يدينه ولا قرأت عند ميت إلا خفف الله عنه تلك الساعة بمجرد أن تقرأ عند الميت مباشرة يخفف الله عز وجل عن هذا الميت هي سورة ياسين وعظمتها شو بيمنع أنه وحدنا يلتزم بقراءة سورة ياسين يوميا مرة على الأقل بالتدريج بيحفظها بيصير هورا يحوجا يأثناء شغله يؤراها الإمام صاحب العصر وزمان أرواحنا في ذا كما نقل عنه المرجع الراحل السيد المرعش النجفي يوصل الإمام صاحب زمان أرواحنا في ذا بأنه واحد يؤرى يوميا خمس سور من القرآن الكريم خمس سور إذا بدنا نحفظها تجمعها كلمة معين هالكلمة مش موجودة بنقل السيد المرعش أنا عم أقولها حتى نقدر نحفظ شو هن هول الخمس سور هالكلمة يعنوم يعنون واميم يعنوم الي شو معناها أنه بتقرأ بإله الإمام صاحب العصر وزمان رواحنا في ذا السيد المرعش لحدث بها القصة ضمن قصص معين وبعث هذا شخص بطهران بخط إيده سيد المرعش بقول سيد جليل القدر يقطع بصدقه قال كذا وأنا شخصيا سمعت من عالم في إيران أنه سمع من السيد المرعش مباشرة أنه هو الذي رأى الإمام وسمع منه هذا الكلام تفاصيل عديد من جملتها أنه تقرأ بعد صلاة الصبح سورة ياسين هذا الياء بكلمة يعنوم بعد صلاة الظهر سورة عم هذا العين بعد صلاة العصر سورة نوح بعد صلاة المغرب سورة الواقعة بعد صلاة العشاء سورة الملك يعنوم ياسين عم نوح الواقعة الملك خمس سور يوصي الإمام صاحب الزمان أرواحه نفده بقراءتها يوميا مدام مدام سورة ياسين هالأد مهمة فهالقراءة يوميا مرة تحقق هذه ما قرأها جائع إلا شبع عشر بركات ما قرأها جائع إلا شبع هلا كيف يشبع مش بالضرورة أنه يشبع بدون أسباب ممكن الله عز وجل على قاعدة أبيته عند ربي يطعمني الله يجعله يشعر بالشبع في أحد مجاهدي المقاومة الإسلامية تعرض لكمين واستشهد اللي معه ظل فترة بعده موجود حي يرزق اللي ظلت يوم يمر ثلاث يام العطش كذا فصرت لما أني أقول يا أبا الفضل وتوسل وهيك وأدعي حسيت حالي أني خلص معاش عطشان ارتويت ما قرأها جائع إلا شبع ولا ضامع إلا روي ولا عار إلا كسي ولا مريض إلا برء ولا عزب إلا تزوج ولا خائف إلا أمن ولا محبوس إلا أخرج ولا مسافر إلا أعين على سفره ولا قرأها رجل ظلت له ظالة إلا ردها الله عليه ولا مسجون إلا أخرج ولا مدين إلا أد يدينه ولا قرأت عند ميت إلا خفف الله عنه تلك الساعة طبعاً طبعاً درجات بحسب إخلاص الإنسان بحسب توجهه بحسب حرصه على الاستشعار أنه بين يدي الله عز وجل وفي محضره سبحانه وتعالى بحسب حرصه على خدمة الآخرين مثلاً وراها حد ما يتقدش هو حريص عليه فبتكون درجة التأثير درجة شديدة اللهم منع علينا بما اشتركوا في القناة